الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه البعض بيسأل عن صلاة المرأة بحضرة الرجال سواء في الأماكن العمل أو في المتنزهات أو ما شابه ذلك خلونا نتفق على عدة اتفاقات الاتفاق الأول إن الصلاة أمر مطلوب للإنسان لأن الصلاة صلة بين الإنسان وربه وأقيمه صلاة وقاته الزكاة ودي أحد أركان الإسلام الخامسة اللي إحنا ما ينفعش نقول لحد ما تصليش علشان دركن من أركان الإسلام والاتفاق رقم اتنين إن الأفضل للمرأة دايما إنها تصلي في بيتها وأن صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجد حيها وصلاتها في مسجد حيها خير من صلاتها في مسجد أو في المسجد الجامع أو ما شابه ذلك وخلونا نتفق كمان على إن الإنسان ما ينفعش يأخر الصلاة عن وقتها فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غي قالوا أن بعض العلماء قال في تفسير أضاعوا الصلاة يعني أخروا الصلاة عن وقتها لا يجوز الإنسان أن يخرج الصلاة عن وقتها إلا بعذر وإن أخرجها عن وقتها بغير عذر يكون آثما وإثم عظيم ووزر كبير جدا الإنسان يخرج الصلاة عن وقتها طيب واحدة عايزة تصلي وهي في العمل تصلي ولا ما تصليش واحدة خرجت لي التنزه مع زوجها مع أولادها واحدة رايحة على في حديقة رايحة في جنينة رايحة في المصيف وحبت إنها تصلي إيه الحكم في هذه الحالة؟ حنتفق على إن التنزه والترويح عن النفس أمر أصلا جائز شرعا وما فيهوش حرام وإن تقدر المرأة اللي موجودة في المتنزه دوت إنها تروح لأقرب مسجد ساعة 100 وقت الصلاة وإنها تصلي في هذا المكان وإن ده أفضل لها بكتير من إنها تصلي في الحديقة أو تصلي على الشطر لكن إفرض إن الوقت ضاق وإن هذه المرأة مش هتقدر تصلي ألا في هذا المكان هنقول لها برضو الأفضل لها إنها تشوف مكان يعني تستتر فيه حجرة تحت ظل شجرة وما شبه ذلك وتصلي وما فيش مشكلة علشان محدش ينظر لها نظرة سيئة نتيجة إن في بعض الشباب اللي ما بيهتمش بالجانب الديني لكن بيهتم بإن هو ينظر إلى المرأة وإلى مفاتنها لكن إذا كان كل الكلام ده مش موجود فإحنا لازم نتكلم عن الحكم الشرعي في هذه الحالة ما فيش مكان تقدر المرأة تصلي فيه ومأفور عليها ما فيش مسجد قريب منها وهي مضطرة للصلاة هل تصلي ولا ما تصليش؟ قولا واحدا تصلي والصلاة بتاعتها مقبولة والصلاة بتاعتها صحيحة حتى لو كان فيه رجال غير محارم هنقول آه حتى لو كان فيه رجال غير محارم مع إن ده مش الأصل يعني مش الأصل إنها تصلي بحضرة الرجال غير المحارم وتصلي قدامهم ده مش الأصل لكن لو اضطرت إلى ذلك نتيق الضيق الوقت وإن الصلاة هتعدي عليها من غير ما تصلي يجوز لها إنها تصلي وهتركع وتسجد بس بعض الفقاء قال يعني تحاول بقدر الإمكانها ما تطلش في الركوع والسجود مع المحافظة على التبأنينة وإنها كمان تحاول إنها تضم بعضها إلى بعض بحيث إن ما حدش ينظر إليها لكن صلاتها صحيحة وصلاتها مقبولة وصلاتها ما فيهاش شيء يجب عليها إعادة الصلاة لكن مش دي الأولى ومش دا الأفضل ومش دا الأحسن الأحسن أنها تصلي زي ما قلنا ببيتها فإن لم تستطع ففي المسجد لأن احنا عارفين حتى الترتيب الصفوف في المسجد الرجال بيكونوا قدام والنساء بيكونوا في الخلف حتى ده الترتيب والتشريع الإلهي وعلشان ما ينظرش الرجال إلى النساء لكن عند الضرورة يجوز لها ذلك وصلاتها صحيحة ومقبولة بإذن الله تباركاته اشتركوا في القناة